السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية اصدقائي معاكم حمزة من قناة ميتزيديو قناة الاكاديمية التعليمية الخدمية اليوم ان شاء الله زي ما وعدناكم رح نبلش بشرح جديد لمادة علوم الحياة العامة واحد بيوان ورح نبدأ اليوم ان شاء الله بالشابتر الاول اللي بيحكي عن الواتر and the fitness of the environment اهلا وسهلا فيكم اصدقائي الشابتر الاول بيحكي عن الواتر and the fitness of the environment الترجمة الحرفية لهذه العبارة هي المياه ولياقة البيئة ولكن نحن زي ما تعودنا وزي ما حكيت لكم انه نحن ما رح نترجم العبارات مثل ما هي بحرفيتها وانما رح نأخذ المعنى العام والسياق العام للجملة يعني بعبارتنا هون وخلينا نبلش من العنوان water and the fitness of the environment fitness هي المعنى الحرفي لها العياقة وانما سياقة جمله هون بمعنى على انه الواتر الماء والتوازن البيئي يعني دور الماء ضمن التوازن البيئي طيب بالبداية كلنا منعرف يا اخوان انه الماء هو العنصر الاساسي للعيش على الكرة الارضية هو الاكسوجين الماء هو the molecule that support all life يعني هو الجزء او هو المركب اللي رح يدعم كل الكائنات الحية على وجه الارض هو مهم وضروري لاستمرار الحية على الارض water is the biological medium on earth الماء هو العنصر البيولوجي يعني الحيوي اللي نحن نعيش عليه على سطح الكرة الارضية ليش؟ لعدة اسباب اول سبب نحن كائنات حية حاجتنا للماء بشكل خاص يفوق حاجتنا للاشياء الاخرى يعني احنا مقدر نعيش يومين ثلاث بدون اكل بس بدون ماء ما منقدر نعيش السبب الثاني انه الماء بكون من 70 الى 90 بالمية من اجسام سواء كنا انسان او حيوان او نبات يعني تقريبا تقريبا ثلاث ارباع سطح الكرة الارضية بيكون مغمور بالماء يعني مغمور او محاط بالماء السبب الآخر انه the abundance of water is the main reason the earth is habitable habitable يا جماعة يعني صالحة للسكن او قابلة للعيش السبب الرئيسي زي ما حكيت لكم انه الكرة الارضية هي قابلة للعيش او نحن نقدر نعيش عليها هو وجود الماء وجود الماء فيها تقريبا بوفرة يعني تقريبا من 75 من 70 الى 75 بالمية من الكرة الارضية هي عبارة عن ماء هلا بدنا نيجي نحكي يا جماعة عن الخواص الرئيسية للماء في عنا اول خاصية واهم خاصية للماء هي البولاريتي البولاريتي يا جماعة يعني القطبية شو يعني قطبية لما نحكي عن مركب انه هو مركب قطبي نحن نحكي عن مركب بيكون مشحون بشحنة اما موجبة او سالبة خلينا نشوف مركب او جزئة الماء كيف بيكون زي ما تشايفين هون في عنا الهايدروجين اللي بيحمل الشحنة الموجبة وفي عنا الاكسيجين هاي الذرة الكبيرة اللي بتحمل الشحنة السالبة هذا الشي بيؤدي لانه جزئة الماء تكون قطبية قطبية يعني بتحمل شحنة سواء كانت موجبة او كانت سالبة ملاحظة يا جماعة تقريبا تقريبا شكلها على شكل حرف V بالفراظ جزئة الماء بتكون على شكل حرف V في عنا جهة بتحمل الشحنة الموجبة اللي هي بيكون فيها وشحنة او مكان بيحمل الشحنة السالبة اللي هو هون بيحكي لنا انه زي ما حكيت لكم جزئة قطبية يعني بيحوي على شحنة سواء كانت موجبة او سالبة ونحن بنعرف انه الموجبة جاي من هيدروجين والسالبة جاي من الاكسيجين هون بيحكي لنا انه اللي هي الجزئة القطبية او الرابطة القطبية والV shape للووتر رح يعطيها شكل او يعطيها خاصية انه بيكون في عندنا opposite charge on opposite side رح يكون في عندنا شحنتين متعاكستين اللي هي الموجبة والسالبة وعلى مكانين مختلفين الصايد اللي هو الجانب opposite يعني معاكس طب شو فائدة هاي الرابطة القطبية او قطبية الماء البولاريتي للماء شو احنا ممكن نستفيد منه في معلومة سيت احكيكوا يا جماعة انه القطبية جاية من الهايدروجين بوند اللي هي الرابطة الهايدروجينية الرابطة الهايدروجينية هي رابطة تنشأ ما بين الهايدروجين وما بين احد ثلاث مركبات اللي هنه الفلور او النايتروجين او الاكسيجين فهون بحالة الماء طالما انه الماء هو عبارة عن ثونيكسي H2O عفوا عندنا H مع O مربوط فيها H فالرابطة ما بين الاكسيجين والهايدروجين هي عبارة عن رابطة هيدروجينية فادت هاي الرابطة الهايدروجينية يا جماعة انه هي بتسمح للمركبات او جزيات الماء انها ترتبط مع بعضها البعض allows them to form hydrogen bond with each other يعني القطبية بتسمح لجزيات الماء انها ترتبط مع بعضها برابطة هيدروجينية راح وضح لكم ياها اكثر اشي بالصورة هاي ده سرح تفهموها خلينا نشوف هاي يا جماعة في عندنا هاي هون الاكسيجين وهاي هون الهايدروجين هيدروجين حتى فقنا انه بيحمل شحنة موجبة والاكسيجين بيحمل شحنة سالبة اذا اجت جزيئة ماء ثانية بترتبط مع هاي الجزيئة هون اذا اجت من هاي الناحة اللي بيكون فيها الهايدروجين راح تلف جزيئة الماء على الاكسيجين عشان يكون المكان السالب يرتبط بالموجب هاي الرابطة بنسميها هيدروجين بوند وهون كذلك الامر وهون وهون ومن كافة الجهات ايضا فائدة اخرى للبولاريتي او لقطبية الماء نحن عندنا انه خواص الماء اللي الخواص اللي بيتمتع فيها الماء كلها جاية من البولاريتي اللي موجودة ضمن جزيئة الماء هاي الخواص راح ندرسه هلأ بالسلايدر اللي بعده هون يا جماعة في عندنا اربع خواص يتمتع فيها الماء ودوروا في الحفاظ على الفيتنس لللايف يعني هون بنحكي عن توازن الحياة اول خاصية هي الكوهيجين معناها بالعربي التحام هذا المصطلح كثير مهم خاصية ثانية يا جماعة يعني هو بيعمل تعديل تمام لمين لدرجة الحرارة وجود الماء على سطح الارض بيعمل تعديل لدرجة الحرارة وفي عندنا خاصية اللي هي الفلوتينج آيس الفلوتينج آيس يا جماعة سبحان الله الماء هو العنصر الوحيد على الارض اللي لما يتجمد لما يتحول من حال السائل لحالة الصلبة بيتقل كثابته هذا الشي بيخلي انه الثلج يطفو على سطح الارض على سطح البحر ما يظل تحت فهي خاصية كثير مهمة خلقها ربنا مشان ما تتجمد المحيطات لو ظلت الجليد تحت كان في كثير من المخلوقات البحرية ماتت واخر خاصية وهم خاصية انه هو المذيب لكل الاشياء بالدنيا يعني احنا بدنا نستخدم اي سولفنت بالدنيا رح نستخدم الماء هو اكثر شي متوفر واكثر شي صالح فهو the solvent of life طيب يا جماعة رح نبدأ مع اول خاصية من خواص الماء الاربعة اللي هي كوهيجن معناها بالعربي الالتحام تعريف الكوهيجن the hydrogen bond holding a substance together منلاحظ كلمة together يا جماعة انه لما ترتبط المواد المتشابهة مع بعضها هاي منسميها الكوهيجن يعني انها عم تلتحم مع بعضها مثال عليها انه الماء مع الماء يعني التصاق الماء مع الماء هذا منسمي ذرات الماء او جزئات الماء مع بعض هذا منسميه كوهيجن الاشي المختلف عنه اسمه ادهيجن ادهيجن معناها التصاق يعني the hydrogen bond holding one substance to another الفرق بناتن يا جماعة هذول الكلمتين الانه together وanother يعني لما يرتبط معنا ماديتين من نفس النوع منسميه كوهيجن من نوعين مختلفات منسميه ادهيجن مثال عليه الادهيجن هو الووتر مالي غلاس يعني الماء لما يلتصق مع الزجاج مع البلاستيك مع المعدن يعني يتمسك فيها يمنسميها ادهيجن يعني خاصية اخرى اللي هي الخاصية الشعيرية بتعبر عنها طريقة انتقال الماء ضمن النباتات اللي هي بتكون عكس الجاذبية فاذا كان في عندنا الشجرة طويلة منلاحظة ان الماء رح يطلع على اعلى الشجرة هاي بيستخدم خاصية اسمها سبحان الله عكس الجاذبية مع ذلك نطلع لبوك يعني الكابيلاري اكشن بجمع ما بين الكوهيجن وما بين الادهيجن الخاصية الاخرى سيرفيستنشن اللي هي التوتر السطحي بعبر عنها هاي الصورة اللي رح ارجيكم ياها هاي هي في عندنا هون هاي الحشرة تقريبا اه متمسكة على سطح الماء بارجلها كتعريف السيرفيستنشن مجر اوف هاو ديفيكلت ات اه تو ستريتش او بريك سيرفيس اوف الالكويد يعني هي مقياس اه للقوة اللي نحن ممكن نطبقها على سطح الماء لحتى انه نخترقه او لحتى ندخل لجوة هي قوة ضعيفة وانما هي مأخوذة بين الاعتبار بنسبة للحشرات الصغيرة والاوزان الخفيفة جدا اه طبعا الماء يحتوي على او يتمتع بخاصية انه يقع له اعلى سيرفيستنشن اعلى توتر سطح يعني بظل متماسك قدر الامكان على السطح هاي توضيح انه جماعة انه انتقال الماء من اسفل الى اعلى بيستخدم الكابيلاري اكشن الكابيلاري اكشن بتفرع او بيستخدم قوتين اللي هن الكوهيجن زي ما اتفقنا الكوهيجن هو نفس المادة يعني ووتر مع ووتر وايضا بيستخدم اللي هو الووتر مع الووت اللي هو الماء مع الخشب تمام يا جماعة هلأ بنرجع الخاصية الثانية هون سلايدر بترجع بتحكينا على الخواص فنحن رح نحكي عن الخاصية الثانية هي خاصية الثانية يا جماعة بنحكي عن المودريشن للتمبرتشر انه كيف بيساهم الماء بعملية تعديل درجة حرارة ووتر ابزورب هيت فرم وارمر اير يعني الماء رح يمتص ابزورب يعني امتصاص الهيت اللي هي الحرارة او بخار الماء الماء رح يمتص الحرارة من الهواء السخن وارمر اير اللي هو الهواء السخن يعني الماء اذا كان بارد رح يروح الهواء يوخذ منه المي وايضا الماء رح يعمل على طرد اذا كان في عندنا ماء ساخن رح يعمل ريليز يعني اطلاق طبعا ريليز عكس كلمة ابزورب ابزورب امتصاص وريليز يعني اطلاق الماء اذا كان ساخن رح يعمل اطلاق للحرارة منه الهواء البارد المحيط فيه water can absorb or release يعني الماء رح اما يمتص او رح يطلق رح يمتص اذا كان بارد ورح يطلق اذا كان ساخن رح يطلق large amount of heat with only slight change in its own temperature يعني الماء لما يمتص الهواء الساخن او يطلقه رح يخسر او يكسب كمية بسيطة جدا من التغير في درجة الحرارة slight change يعني التغير ما رح يكون تغير اه كبير او عالي وانما تغير طبعا بالنهاية الماء رح يحصل او رح يحصل او رح يحصل على درجة حرارة مناسبة الو اه ضمن الجو اللي هو موجود فيه يعني درجة حرارة الغرفة تقريبا خمس وعشرين يعني مثال على هذا الاشي يا جماعة اذا كان في عندنا اه ماء وعاء في ماء تقريبا درجة حرارة خمسين درجة حرارة سيريزيوس اذا حطينا بغرفة بغرفة درجة حرارة تقريبا خمس وعشرين رح نرجع له تقريبا بعد ساعة او اقل من ساعة رح نلاقي درجة حرارة وصلت للخمس وعشرين يعني اوصل لدرجة التوازن او اخذ درجة حرارة الغرفة في انا تعارف هون مهمة جدا اللي هي الفرق ما بين الهيت والهيت of vaporization الهيت يا جماعة ترجمة الحرفية هي الحرارة النوعية كيف يعني الحرارة النوعية اه بنحكي مثلا بنعطي مثال substance is the amount of heat that must be absorbed or lost for one gram of that substance يعني اذا كان معنا واحد غرام من اي مادة بالدنيا الحرارة النوعية لهاي المادة او لهذا الواحد غرام من هاي المادة اه اللازمة لحتى انه تتغير درجة حرارة واحد سيليزيوس سواء بالاطلوع او بالنزول يعني اما بدأ زي درجة حرارة واحد سيليزيوس او بدأ تنقص درجة حرارة واحد سيليزيوس احنا بنحكي هون عن change اذا بنرجع بنعرفها مرة اخرى الحرارة النوعية اه هي الحرارة اللازمة لحتى واحد غرام من اي مادة يتغير واحد سيليزيوس سواء كان انه يكسب حرارة او يخسر حرارة يعني من هذا التعريف نستنتج انه اي مادة بالدنيا في الها خاصة فيها يعني مثلا المعدن خسارته وكسبه للحرارة ممكن يكون اه سريع جدا الخشب اقل وما الى ذلك منيجي هسا لتعريف الهيت اوف فابورايزيشن فابورايزيشن يا جماعة يعني اشي الو علاقة بالتبخر فيبر يعني بخار ماء فابورايزيشن هي عملية التبخر من اسمها فابورايزيشن حرارة التبخر فاحنا بنحكي عن الكوانتيتي اوف هيت كوانتيتي يا جماعة يعني كمية الحرارة للليكويد طبعا التبخر نحن نعرف ان هو تحول السائل لبخار تمام يا جماعة ما ننسى فهي الكوانتيتي يعني كمية الحرارة للليكويد مست ابزورب لازم يمتصها يعني كمية الحرارة اللي لازم يمتصها هذا الليكويد تقريبا كمية واحد غرام منه اوف اوف ايت تو بي كونفيرتد فرم لكويد تغاز يعني تقريبا كمية الحرارة اللي بديو يكسبها واحد غرام من اي مادة لحتى يتحول من الليكويد لغاز هذا التعريف البسيط لا الهيت اوف فابرازيزيشن هلأ بنيجي للخاصية الثالثة واللي حكيتلكو هي سبحان الله يعني من رب العالمين هي جدا مهمة انسوليشن اوف بديز اوف ووتر باي فلوتينج ايس يعني عزل المسطحات المائية عن طريق خاصية الفلوتينج ايس اللي هي انه الجليد يطفو على سطح الماء عزل المسطحات المائية بالجليد العام زي ما حكيتلكو يا جماعة وبرجع بحكيلكو انه الجليد او الايس رح يطفو على سطح الماء لانه الهايدروجين بوند بالايس هي اكثر انتظاما من الماء يعني اللي مسؤول عن انه الثلج يطفو على سطح الماء واتقل كثافته هو الهايدروجين بوند يعني بنرجع بنحكي انه لو مثلا ما كان في عندنا هايدروجين بوند او ما في عندنا بولاريتي كان الثلج لما اتجمد او الجليد لما اتجمد كان ظل بقاع المحيطات طب اذا كان بقاع المحيطات رح تموت عندنا اسماك كثيرة وحيوانات مائية كبيرة جدا رح يختل التوازن البيئي ورح يصير في عندنا مشكلة على سطح الارض فشو كان الحل سبحان الله انه الايس لما يتجمد يعني الماء لما يتجمد وتحول الايس بيصير عندنا لس دينس لس دينس يعني اقل كثافة كثافته بتقل يعني رح يطوش على سطح الماء يعني الليكويد بتكون كثافته اعلى والعكس صحيح الايس كثافته قليلة والليكويد بيكون كثافته عالية فلوتينج ايس يعني لما يطفد جريد رح يخلي الماء تحتيه رح يعمل شو انسوليت يعني عزل الليكويد بيكون كثافته رح يمنع التجمد انه الحيوانات تتجمد او تموت رح يسهلن الحياة فهون دور الماء او الفلوتينج ايس بالمحافظة على التوازن البيئي بنرجع منلخص مرة ثانية يا جماعة انه رح يصير في عندنا ايس فلوت الماء لما يتجمد رح تطوش الثلج على سطح الماء بالسبب ليوجود الهايدروجين بوند اللي بتخلي الايس اقل كثافة بس بكل بساطة ايس فلوت بسبب الهايدروجين بوند بتعمله لستنس هذا الشي بيسهل الحياة وبيحافظ على انه ما يصير تجمد بدي ارجع اركز على فكرة انه لما يصير في عندنا الماء يتحول لأيس ذرات الهايدروجين او الهايدروجين بوند عفوا بتنتظم اكثر منلاحظ عندنا هاي الصورة يا جماعة الماء شوفوا كيف الذرات تقريبا مش منتظمة او الهايدروجين بوند مش منظمة الذرات بشكل فراغي لما تحول للأيس شوفوا كيف سبحان الله انتظمت اكثر هاي منسميها أوردرد أوردرد يعني انتظام الذرات هاي صورة بتوضحنا انه الثلج على سطح الماء هو قاعد بصيد من اعماق البحار الخاصية الرابعة واخر اشي اللي هي انه الماء هو The solvent of life السولفنت يا جماعة برجع بذكركم يعني معناها مذيب يعني نحن لما بدنا نعمل عصير في عندنا السولفنت وفي عندنا السوليوت هاي المصطلحات ان شاء الله راح نحكيها كمان لقدام السولفنت هو الوسط اللي بيذوب يعني الماء لما بدنا نعمل عصير السوليوت هو العصير نفسه اللي نحن بدنا نذوبه يعني المذيب والمذاب احنا هون بنحكي عن الماء هو السولفنت يعني هو المذيب هذا الشي اللي انا حكيتلكو يا جماعة انه في عندنا اشي اسمه solution وفي عندنا السوليوت وفي عندنا السولفنت بدينا نركز شوي اول اشي السوليوت اللي هو المحلول كامل يعني خلينا نضرب مثال ونمشي عليه اللي هو نحن بدنا نسوي كوب عصير المحلول الناتج النهائي اللي بيصير عندنا كاست عصير هذا من سميه solution هو homogenous mixture مكسجر يعني خليط homogenous متجانس نلاحظة احنا كاست العصير بتكون متجانسة بس عصير ما فيها عصير وشاي مكسجر بتكون خليط احنا شو خلطنا خلطنا ذرات العصير مع المي طب ال solution هو homogenous mixture من شو من two or more substance من مادتين او اكثر في ناس تخلط 4-5 أنواع عصير مع بعض In the same phase في نفس المكان أو نفس الحجرة إذن منرجع منقول أنه Solution هو عبارة عن Homogeneous كلمة Homogeneous يا جماعة كثير مهمة لما نحكي عن Solution هو Homogeneous Mixture يعني هو خليط متجانس من مادتين أو أكثر يعني عصير ومي حليناه مع بعض أعطانا Solution اللي هو العصير طيب المكونات الداخلة بهذا Solution في عندنا Solution وفي عندنا Solving Solution هو Substance which is dissolved يعني هي المادة اللي راح تذوب يعني بحالتنا نحن اللي هو العصير Solution هو المادة اللي راح تعمل Dissolving للمادة الأخرى Dissolving تذوب Dissolved هاي يعني تذوب تمام ضروري نركز على عضو المصطلحين ممكن يخربطونا بالامتحان إذا إجانا أنه المادة اللي هي راح يصير لها Dissolved هاي بنسميها Solution اللي راح يصير لها Dissolving أو راح تعمل Dissolving لأنا ذر لأشي ثاني هاي بنسميها السولفنت عندنا مصطلح خاص اللي هو Acquias Solution Acquias Solution يا جماعة لما نسمع كلمة Acquias نعرف أنه الموضوع فيه مي Acquias يعني السولفنت هو مي Solution involving water يعني هو محلول فيه مي when an ionic compound is dissolved in water each ion is surrounded by spare water molecule called hydration shell يعني هون بحكي لنا يا جماعة لما نجيب مركبات ايونية ايونيك مثل مثلا الملح الملح عبارة عن NaCl لأن Na موجبة والCl سالبة لما نحط الملح مثلا ضمن الماء رح يصير فيه عندنا اشي اسمه hydration shell شو الhydration shell الhydration مصطلح بيدل على الماء اشي له علاقة بالمي مثل كلمة Acquias مثلا hydration يعني انه جزيئات المي shell يعني زي درع او غطاء او حاجز معناها تدرع تقريبا منلاحظ هون عندنا مثلا هاي ال Na وهاي ال Cl تبع ذرات الملح تفككت راحت Na بحالها وCl بحالها نحن بنعرف انه ال Cl اشارته سالبة زي ما حكيت لكم وال Na بتكون اشارته موجبة فالCl رح يتحاوط من كافة الجهات رح يحاوطها الhydrogen رح حاوطها مي بس اي جزء من المي الhydrogen لانه هو موجب لانه الموجب مع السالب بيجي وهون نفس الشي ال الصوديوم رح يحاوطه الاكسجين لانه الصوديوم موجب والاكسجين سالم فهاي المحاوطة بيسموهم مازايدرة حاوط الجزيئات بيسموها hydration shell طيب يا جماعة هنا بتحكي انه المي ممكن يذوب المركبات اللي لازم تكون ايونية او بتكون بولر كومباوند dissolve حكينا انه هو اشي يذوب يعني الماء رح يذوب المركبات كومباوند يعني مركبات اللي لازم تكون ايونيك او بولر بالبداية الايونيك لحتى يكون في عندنا مركب ايونيك لازم يكون داخل بتركيبة الجزيء يكون عنصر من الجدول الدوري يكون نوع مثل البولر حكينا انه لازم يكون مشحون بشحنة موجبة او سالبة طيب بالنسبة لل large بولر مولكيول اللي هي المركبات القطبية الكبيرة مثل البروتين كيف رح ترتبط او رح تذوب ضمن الماء رح يصير الفئلها dissolve in water لما يكون فيها منطقة جزء منها يا اما بولر او ايونيك يعني احنا بنرجع لنفس القاعدة اللي ذكرناها يعني large بولر مولكيول رح تذوب ضمن الماء لما تكون فيها جزء معين ايونيك او بولر هنا منحكي عن مصطلحات مهمة جدا وضرورية رح ترافقنا بدراستنا اللي هي الهايدرو فيلك والهايدرو فوبك اللي هي المحب للماء والكاره للماء كيف رح نحفظهم هذول يا جماعة هايدرو يعني اشي له علاقة بالماء هايدرو خلنا نتفق انه هاي كلمة اشي له علاقة بالماء هلأ في عندنا فيلك وفي عندنا فوبك اول اشي فوبك اللي هي جاية من كلمة فوبيا فالاشي بيكون كاره للماء يعني بيخاف منه الفوبيا انسان يخاف من شغلة او ما يحب شغلة بنحكي عنه انه فوبيا بتظل عندنا الفلك يعني محب للماء الفلك فيها حرف ال الفوبك فيها حرف ال ال جاية من love مثلا فلك فاشي محب للماء وفوبك كاره للماء هذول مهمات جدا هيدروفيلك يعني اشي بيحب الماء وهيدروفوبك ما بيحب الماء هيدروفيلك بمأنه بيحب الماء رح يرتبط معه attract مع الواتر يعني رح يرتبط مع الواتر مثال زي ما حكينا قبل شوي ال ايونيك والبولار هذول المركبات رح يذهب انضم الماء رح ينحل معه رح يرتبط معه اما بالنسبة للهايدروفوبك الاشي اللي ما بيحب الماء هيدروفيلك حكينا بيحب الماء هيدروفوبك ما بيحب الماء ريبال ووتر يعني هو رح يرفض الماء رح يصير في ريجيكشن ما رح يحب الماء مثال عليها النان ايونيك ضروري طالما الايونيك هيدروفيلك النان ايونيك بيكون هيدروفوبك والنان بولر اللي ما بيشكل مع الماء هيدروجين بوند مثال عليها الزيت الاويل الاويل بيكون عبارة عن هيدروفوبك ما بيحب الماء في النا مصطلح ضمن التشابتر يعني لما يصير في عندنا يعني تفكك تمام لما اي مركب يتفكك ضمن الماء رح يصير في عندنا ظاهرة من سميه الاسيدك والبيسيك كوندشن اللي هي ظاهرة الحمول الاسيدك والاسس او القواعد بيسيك تفكك جزيات الماء يؤدي للظروف الحمضية والقاعدية اللي تؤثر بكنات هي واضح شي كله ضروري لجسمنا ضمن الجسم الانسان في عندنا اوساط حمضية وعندنا اوساط قاعدية واللي بتحكم فيها طبعا تركيز الماء طيبة جماعة هلأ رح ندرس الاسيدك بيسيك كوندشن اللي حكينا عنها قبل شويل هي الحالة القاعدية والحمضية وتأثيرها على زي نحن زي ما بنعرف يا جماعة انه الماء صيغة الكيميائية لما يتفكك بيعطينا وبيعطينا وه ماينوس هلأ وه ماينوس ما في عندنا مشكلة فيها ولكن مشكلتنا نحن بال ه 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 ساكتة بتروح بتتحد مع ثانية من الوسط اللي هي فيه فبيصير فيه عندنا زاد او اتش او بتتحد مع ذرة مية اخرى بتعطينا ه ه زائد او اتش بالظل مثل ما هي ما في عندنا اي مشكلة عليها كيف احنا حصلنا هنا وسط حمضي وقاعدي بنفس اللحظة في عندنا ه ه بتعبر لنا عن الوسط الحمضي الاسد وفي عندنا الو اتش بتتعاوض لنا او بتدل لنا انه في عندنا الوسط قاعدي زي ما حكيتكو يا جماعة انه المي لما بدي تفكك بتفكك لهايدرونيوم اي 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 او وهايدروكسايد اي 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 وكلهم بدلن على وسط معين زي ما مشوف هون عندنا هاي مثلا الاتش او بتروح تتحد مثلا مع الاتش او اتش مثلا من هون او الاتش اللي موجود هون بصير في عندنا اتش 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 ثري او وهي هيدرونيوم اي اي ويظل في عندنا هيدروكسايد لوحدة بالنسبة للأوساط الحامضية والقاعدية يا جماعة لما يكون في عندنا وسط بكثير من تركيز الاتش وعلى العكس صحيح لما يكون في عندنا وسط قاعدية بيكون عندنا تركيز الاتش اكبر بكثير من تركيز الاتش فعشان هيك نحن هكينا لكم انه الاتش بلس او ما يسمى الهايدرونيوم مثلا اتش ثري او هذول بيعبر عن الوسط الحمضي الاتش بتعبر عن الوسط القاعدة يعني شي طبيعي لما نحن نعمل وسط حمضي نذوب وضمن الماء رح ينطلق عندنا البروتون منسميه او الاتش بلس او الهايدرونيوم رح ينطلق بكثرة عشان هيك حكينا انه تركيز الهايدرونيوم رح يكون اكثر من تركيز الو اتش وعلى النقيض تماما بالنسبة للباس رح يقلل من الاتش بلس بسبب اتحاد مع الو اتش لانه احنا حكينا الوسط القاعدة بيكون فيه او اتش كثير فهاي الو اتش رح تسحب الاتش بلس ورح تقلل ها فطبيعي انه يرتفع عندنا تركيز الو اتش بلس لما يكون في عندنا يعني حمض قوي وللعلم يا جماعة نحن في عندنا ثلاث احماض قوية اللي هن الاتش سي ال وفي عندنا الاتش تو اس او فور دونون عندكم هذول مهمات وعندنا الاتش ثري بي او فور حمض الفوسفور هذول الثلاث احماض يعتبر احماض قوية شو يعني حمض قوي حمض قوي يعني لما بده يتفكك رح يتفكك او يتأين ضمن الماء مثلا الى يعني بنسبة كاملة يعني كل الاتش رح تتفكك والاتش سي ال رح تتفكك ما رح يضل عندنا مع بعضه وانما رح صير في عندنا بروتونات ورح صير في عندنا كلورايد هاي الكلمة يا جماعة انه التفكك تابعه بيكون كامل متكامل خلص كل الاتش بيروح لحال والسي اللي بروح لحال ما بيضل في عندنا بالمحلول على النقيض ايضا ال الأحماض الضعيفة مثلا في عندنا الأحماض العضوية يعني الأحماض العضوية اللي بكون اخر هاي لما تتفكك هاي ما رح تتفكك بشكل كامل تمام وانما رح تتفكك على شكل ايونات رح يضل في عندنا جزء من الحمض موجود رح يتواجد عندنا الاتش بلاص لحتى يدل لنحن كان عندنا هون شو حمض ويك أسيد نط أول أسيد مولكيول ديسوسيات انتو ايون يعني مش كل الأسيد رح يتفكك هذا الفرق ما بين الويك أسيد وال سترون أسيد بنرجع من كرر يا جماعة بالنسبة لالسترون أسيد كامل الحمض رح يتفكك معنا لأيونات بالنسبة للويك أسيد لا مش كل الحمض رح يتفكك رح يضل في عندنا جزء من الحمض ورح يكون في عندنا الآيونات نفس الشي بالنسبة لال كيف رح نعرف نحن القواعد القوية أي قاعدة يعني بيس بينتهي ب O H هذا بيكون عبارة عن قاعدة قوية قاعدة قوية نفس الحمض القوي رح يتفكك بشكل كامل مثال عنا N A O H رح تتفكك لN A O H بشكل كامل ما رح يظل عندنا هون شو N A O H مثال مثلا K O H حكينا لكم كل شي بنتهي ب O H هو عبارة عن قاعدة قوية رح تتفكك لK Plus و O H Minus تمام بكل بساطة و نفس الشي بالنسبة لل Weak Base انه مشكلها رح تتأين بشكل كامل مثال عليها البيكاربونيت في عندنا HCO3 مع H Plus رح تتحول ل H2 CO3 وال أمونيا نفس الشي NH3 مع H Plus رح تحول ل NH4 هذول عبارة عن Base شنون عرفنا انه Base يا جماعة مين بحكيلي كيف عرفنا انه Base اكيد طالما انه هو اخذ الهيدروجين Plus ال H Plus طالما اخذها لعنده فهو يعتبر عبارة عن Base يعني هو كسب البروتون وهو عبارة عن H عن Base نيجي لمصطلحات الاسد والBase حكينا عنها سرح نحكي عن pH هو negative log of the molar concentration of H Plus I شو يعني يعني هو عبارة عن لغريتم السالب لتركيز H Plus I ضمن المحلول يعني منجيب محلول تمام يا جماعة منجيس فيه تركيز H Plus تمام H Plus I ومناخذ minus log عملية حسابية تركيز H Plus بس بكل بساطة هذا يعطينا قيمة LBH هي درجة حموضة الوسط اللي نحنا عم نستخدمه pH هي قياس لدرجة حموضة قديش هذا الوسط اللي نحنا نستخدمه حامضي فكل ما قلت قيمة pH نحنا نستخدم minus log فبيكون الوسط more acid يعني كل ما قل عندنا قيمة pH بنكون احنا more acid كل ما ارتفعت قيمة pH بنكون نحنا بالباس ليش يا جماعة لانه نحنا اخذنا minus log H plus concentration of pure water is 10 أس ناقص 7 مولر طيب تركيز H plus بالمياه النقية تركيز عم بحكي عن تركيز H plus 10 أس ناقص 7 مولر هذا عم نحكي عن تركيز عندما نحسب minus log على الالة حاسبة بطلع معنا pH تساوي 7 فهذا المعدل الطبيعي لل pH انه بكون لهو حامض ولهو قاعد lower pH number mean higher H concentration or greater acid زي ما حكت لكم يا جماعة كل ما قل pH معناته احنا بنحكي عن H plus عالي زي ما شوفنا هون pH 7 7 يعتبر عالي فH plus كانت 10 أس نقص 7 قليلة جدا فالعلاقة عكسية ما بين H plus وما بين pH عشان هيك كل ما قل pH معناته H plus عالي طيب H plus عالي معناته احنا بنحكي عن acid أكثر أعيد همرة ثانية pH يا جماعة هو minus log Molar Concentration يعني هو minus log Molar Concentration Molar Concentration لمن احنا بنحكي هون عن H plus تمام معنا احنا عم نشوف درجة الحموضة لما يكون عندنا مثلا تركيز H plus 10 ناقص 7 هذا يعني انه على الالة حاسبة بيطلب عنا minus log 10 ناقص 7 بيطلب معنا 7 يعني بنوخذ معكوس اشارة الاس لما يكون اساس 10 العلاقة حكينا عكسية ما بين H plus وما بين BH يعني كل ما كانت BH اقل كل ما كان التركيز H plus اكثر طيب وتركيز H plus اكثر ما احنا بنحكي هون عن acidity اكثر في انه هون زي قاعدة بيحكي انه تركيز H بتركيز OH بعطينا الناتج 10 اس ناقص 14 معناته البي اتش تساوي ناقص لغريتم تركيز الاتش او فينا نحكي انه تركيز الاتش هو 10 باس ناقص البي اتش يعني زي ما حكينا يا جماعة انه العلاقة عكسية ما بين البي اتش وما بين تركيز الاتش هاي الرسمة يا جماعة بتوضحن بعض المفاهيم اللي حكيناها قبل شوي ولكن بشكل موسع اكثر اذا كان معنا تركيز بالمعادلة مثلا معنا تركيز الاتش بلس او كان معنا تركيز الو اتش نحنا ممكن نحسب من خلالها البي اتش او البي او اتش هلا البي اتش بدي ارجع اذكركم في انه هو ناقص لغريتم تركيز الاتش بلس طب شو هو التركي او شو هو البي او اتش البي او اتش بدال الاتش حطين هون او اتش معنا هو ماينس لغ الو اتش ماينوس نفس الشي يعني نفس المصطلح طيب اذا كان معنا بالمعادلة تركيز الاتش بدنا نحسب منها البي اتش بنحط البي اتش تساوي ماين اتش تركيز الاتش بطلع معنا بكل سهولة العكس تماما اذا كان معنا البي اتش بنطلع من الاتش الاتش بلوس بتكون هي عشرة اوس ناقص تركيز البي اتش زي هاي المعادلة ونفس الشي بالنسبة البي او اتش بنطبق نفس الشروط البي او اتش هو ماينوس لغ تركيز ال او اتش وال او اتش عندنا هو يساوي عشرة اوس ناقص تركيز او البي او اتش تمام يا جماعة وبالنهاية عندنا البي اتش زائد البي او اتش بطلع اربعة ليش لانه تركيز الاتش ضرب تركيز ال او اتش بطلع معنا عشرة اوس ناقص اربطاش فاذ رفعناها هنكل هنل لغ بتصير عندنا هاي بتعوض عنها البي اتش وهاي البي او اتش وتجمع بينها التناكيد لانه لانه النظرب لما تتحول للوق بصير زائد تساوي اربطاش يعني عمليات حسابية بسيطة هذا يا جماعة زي ما حكيت لكم قبل شوي انه عندنا احنا الوسط الحمضي هون عندنا الوسط القاهدي عندنا لما تكون قيمة البي اتش صفر فمنلاحظ انه بيكون متجه نحو الاسد بشكل رهيب لون واحد صار اخف شوي اثنين ثلاث اربعة خمس ست السبعة هو المتوسط هذا الناتش البي اتش اللي هو بيكون البي اتش سبعة وبيكون تركيز ال اتش بلس عشرة اسناق السبعة اتفقنا انه هنا متعاكسات اربعة عش هو اكبر رقم ممكن نوصله بالباسيك ثلاث اتناعش وهاكذا حتى نوصل عند السبعة اذا شو بنا نحفظ من هذا الجدول نعرف يا جماعة انه الاسد يعني الوسط الحمضي بيكون قيمة البي اتش تبعته كثير منخفضة يعني واحد ثلاث صفر الاخري الوسط القاعدة او البي اتش بيكون كثير مرتفعة عشرة اتناعش طبعا في عندنا مقياس بيقيسلنا درجة الحموضة بنحط مقياس مثلا ضمن السائل وبيقيسلنا على الشاشة كيف مثلا درجة الحموضة فالجهاز موجود باغلب الجامعات طيب يا جماعة حكينا عن الاسد وحكينا عن البيس هلا رح نحكي عن موضوع جديد هو البفر مصطلح البفر رح يمر معنا بمختلف حياتنا رح ندرسه باللابات رح ندرس نتعرف على شيء اسمه البفر باختصار يا جماعة البفر هو عبارة عن محلول بيقاوم التغير الشديد في الوسط يعني لما الوسط بده ينتقل من حمضي لقاعدي هو بيقاوم هذا الاشي هو يعني زي ما تقولوا انه هو اشي بيعدل الوسط ضمن اجسامنا يعني تحافظ يا جماعة يعني الحالة الداخلية الحالة الداخلية لازم تكون ثابتة واحنا لازم نحافظ على هذا الاشي يعني ما بصير مثلا والله البي اتش تبع الدم مثلا يرتفع بقيمة مثلا ثلاث درجات او يقل بقيمة ثلاث درجات لا هذا الشي ممكن يسبب الوفاء المباشرة الشي خطير جدا فاحنا كيف بدنا نحافظ على هذا الثبات مثلا بتركيز البي اتش للدم طيب يا جماعة هلا رحطيكم مثال مثلا عندنا الدم الدم البي اتش تبعه تقريبا تقريبا 7.4 تمام هلا نحنا لما نشرب اي اشي ممكن يكون حمضي زيادة فيو ليمون زيادة فيو فيتامين سي كثير مثلا هذا الشي مثلا او او اشي قاعدي على النقض تماما هل يترى انه مثلا الاشي اللي تناولنا او الاشي اللي شربنا رح يغير النا مثلا البي اتش الدم يرفعه مثلا لتسعة مباشرة او مثلا ممكن ينزل النايا لخمسة مثلا هيك يصير في عندنا مشاكل بالجسم فالدم لا منه فيو بفر يعني هو يعتبر الدم بفر بقاوم التغير بالبي اتش تبعه يعني هو بيظل 7.4 مهما احنا غيرنا ممكن يصير فيه تغيرات بسيطة لما يكون فيه مثلا ادوية معينة ممكن تغير البي اتش ممكن اغذية معينة تناولها بشكل كبير بس الارتفاع او التغير ما رح يصير فيه ارتفاع كبير يعني كبير وكبير ويرتفاع عشرين مثلا يصير 7.6 او 7.2 او الاخري البفر كيف يشتغل على انه يحافظ على هذا البي اتش هو بيدرس البيئة المحيطة اذا كانت البيئة المحيطة بتحتاج انه يتخلى عن ال الاتش بلس اللي معه لحد ما انه يحافظ على البيئة ممكن هو يتخلى او ممكن هو يكسب زيادة الاتش بلس رح يضل في عنده زيادة من الايونات لحتى انه يحافظ على يعمل ضمن الجسم البفر ممكن يكون هو مع البيئة تابعه يعني عندنا مثلا هاي او هذا عبارة عن البفر تابعه هو عبارة عن هذا هو البفر هذا بيشتغل بفر ضمن جسم الانسان هون يا جماعة بعطينا مثال عن اهمية البفر زي تقريبا المثال اللي انا ضربت الكوية اذا كان في عنا اضفنا 0.001 مول شوفوا قديش النسبة كثير قليلة من اذا اضفناها على يعني جبنا لتر من المي المي حكينا انه البيئة تباحها سبعة تمام وضفنا عليها بنسبة بسيطة جدا 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 هي 0.001 مول من سترونج اسد على واحد لتر من المي المي تباح سبعة رح يتغير عننا البيئتش من سبعة يوصل لاثنين فالتغير رح يكون كبير جدا السبب انه المي ما فيها بفر يعني ما في اشي بيقاوم هذا التغير على النقل تماما اذا حطيناها على واحد لتر من المي يعني كبير هي زي ما حكيت لكم انها تتغير يعني بنسبة عشر واحد يعني هاي يعني زي ما يقولوا يعني باسوأ الامور هاي تعريف يا جماعة بتحكي عن تعريف الاسد وتعريف البيئس وتعريف البفر نحن تعرفنا عليهم بشكل يعني بشكل كبير ولكن ميجي لحتى انه نعرفهم انه الاسد هو عبارة عن any substance that increase hydrogen ion concentration بالsolution الاسد هي عبارة عن مادة بتزيد تركيز الhydrogen يعني ال H plus حكينا انه هاي رح ترتفع لما يكون في عندنا وسط حمضي البيئس على عكسه تماما رح تقل الhydrogen ion يعني الhydrogen ion رح تقل وبالتالي مي اللي رح يزيد يا جماعة اللي هو ال OH minus البفر هي مادة بتقلل من التغير ها هي الكلمة الجوهرية والمفتاحية انه البفر هي مادة رح تقلل من التغير بالتركيز للhydrogen او الhydroxide ion بالsolution يعني انه ما رح يرتفع بشكل شديد ال H plus ولا رح يقل بشكل شديد ال OH minus زي ما شفنا بالسلايد اللي قابليها انه كيف بيشتغل البفر هون زي ما حكيت انه بيكون يعني البفر بيكون مرترافق مع ال base تبع مع ال weak acid او ال base تبع وهيك يا جماعة بنكون خلصنا الشابتر ان شاء الله تكونوا استفدتوا اي سؤال اكتبوا الياب التعليقات وتواصلوا معي اذا بدكوا اي اي مساعدة وان شاء الله تكونوا استفدتم معنا اليوم ويعطيكم الف عافية